شهد العراق بعد عام 2003 تزايداً كبيراً في عدد العمال الأجانب العاملين في سوق العمل فبحسب الإحصائيات وجد أكثر من مليون عامل أجنبي في البلاد سبعة منهم فقط حصلوا على تصاريح عمل من وزارة العمل الحالية في حين يعمل أكثر من 92% بشكل غير قانوني في الوقت ذاته تشير الإحصائيات الدولية إلى وجود أكثر من 6 ملايين عامل عراقي عاطلين عن العمل ومع تدفق العمالة الأجنبية تزايد العدد وقد وصل معدل البطالة بين العمالة المنزلية إلى أكثر من 29% التقارير الدولية أكدت أن العدد الكبير من العمال الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في العراق أصبح يشكل تهديداً للعديد من القطاعات بما في ذلك عدم وجود رؤية واضح لسلطات الحكومية لخلق وظائف للعمال المحليين وحرمان شباب العراقي من فرص العمل بسبب وجود هذا العدد من العمال الأجانب ونظراً لعدم وجود معلومات مسجلة عن مكان وجود وهوية العمال الأجانب الذين لا يحملون التصريح عمل فقد أصبحوا يشكلون تهديداً أمنياً كبيراً أضاف التهديد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الظاهرة خبراء اقتصاديون بيّنوا أن العراق يخسر مليارات الدولارات سنوياً بسبب استقدام العمالة الأجنبية وشيرين إلى أن أغلب هؤلاء العمال غير ماهرين ويمكن الاستغناء عنهم وتعوض أماكنهم بالعمال المحليين وزارة العمل في حكومة السودان أقرت في وقت سابق بأن أغلب العمالة الأجنبية في العراق غير شرعية وأنها تسيطر على نصف فرص العمل في العراق مبينة أن 50% من اليد العاملة الوطنية قابلها تشغيل 50% من العمالة الأجنبية وبحسب لجنة العمالة البرلمانية فأن أكثر من 4.2 مليار دولار تدفع سنوياً للعمال الأجانب بالعملة الصعبة يتم تهريبها إلى الخارج وهما كان له تأثير سلبي كبير على القطاع المالي والاقتصاد العراقي ترجمة نانسي قنقر